سميل عصام عكري ماوي من فريق مراسل بي بي سي ينضم إلينا الآن مباشرة من عمان عصام دعنا نبدأ بما تعهد به رئيس الوزراء عبر حسابه على موقع تويتر وعن هذه الاجتماعات المرتقبة اليوم الدكتور رزاز عبر من خلال حسابه على تويتر عن ضرورة أن يكون الإصلاح الضريبي في الأردن أن لا يقتصر على الجباية فقط وهذا من مطالب المتظاهرين أو المحتجين أن رفع سقف الضرائب سيزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين الأردنيين لذلك تغريدته تأتي في هذا الإطار أن هناك ضرورة لإصلاحات أكثر عمقا وأكثر شمولية من فقط رفع نسبة الضرائب من ناحية تشكيل الحكومة الجديدة نور هناك مشاورات التقى الدكتور عمر رزاز اليوم مع عاطف التراوني رئيس مجلس النواب الأردني الذي أكد في هذا اللقاء أن مجلس النواب سيرفض المشروع قرار الضرائب الذي أحالته حكومة هاني الملقي على المجلس إدراسته المجلس الآن مجلس النواب الأردني هو في عطلة ولكن سيتم دعوته إلى جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف بالتحديد وكما قال رئيس مجلس النواب سيتم رفض هذا المشروع الاقتراح هذا أو مشروع القرار هذا عسام إذا كان الأمر يتعلق بعزم سيد الرزاز على بحث في إصلاحات أكثر عمقا هذه مسألة ستتطلب الكثير من الوقت بينما يريدون الأردنيون شيئا ملموسا ما هي المقاربة التي ينوي سيد الرزاز الاعتماد عليها وما هو مصير برنامج صندوق النقد الدولي هل ستواصل عمان الالتزام به عمان أو الحكومة الأردنية المقبلة ستتوجه إلى صندوق النقد الدولي وتضع القضية أمامهم ستقول أن هناك معارضة شاملة لالتفاق السابق بين الأردن وصندوق النقد الدولي كما تعلم صندوق الدولي له شروط عندما يمنح قروضا لأي دولة الأردن دولة مدينة عليها أيضا التزامات شهرية تدفعها خدمة للديون لذلك الحكومة الأردنية المقبلة ستطلب مهلة إضافية من صندوق النقد الدولي لكي تسوي أو ترتب أوضاعها داخليا لكن القيام بإجراءات سريعة ومفاجئة جرع كما رأينا خلال الأيام الماضية معارضة كبيرة في الشارع الأردني إذ خرج ألاف الأردنيين للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه القرارات الاقتصادية هل لذا سيد عمر الرزاز أي شيء سيقدمه لهؤلاء المتظاهرين لأن المطلوب الآن هو انحصار هذه الحركة الاحتجاجية هل فمثلا من المؤشرات على ماذا سينوي الوزير المكلف أن يفعله ولم تشكل حكومته بعد حتى الآن الرد الوحيد من الرزاز على ما يجري كان هو التغريدة التي أطلقها على حسابي اليوم والتي تحدث فيها عن ضرورة أن يكون الإصلاح النظام الضرائبي بشكل أكثر شمولية لكن حتى الآن لم يكشف عن برنامج حكومته كما أنه لم يكشف عن تشكيلة حكومته وهذا أمر مهم جدا هنا في الأردن إذ أن هناك مطالب شعبية بأن تكون التشكيلة الجديدة خالية من الوجوه القديمة التي يحملها الناس مسؤولية الوضع الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية التي وصلت إليها الأردن هؤلاء المحتجون هل من مؤشر على ما ينون فعله الآن هل من مؤشر على انحصار هذه الاحتجاجات المحتجون يخرجون إلى الشوارع ليليا وهناك دعوات إلى مليونية هذا المساء في الدوار الرابع مقابل رئاسة الوزراء مكتب رئاسة الوزراء هناك طبعا حضور أمني مكثف في المنطقة والقوات الأمن قامت بإبعاد المتظاهرين من أمام الدوار من المبنى باتجاه إلى أماكن أخرى لكن الدعوات أو المشاركون يقولون أنهم سيستمرون في ضغوطهم والتواجد في الشارع إلى أن يتم سحب مشروع القرار هذا نهائيا عصام عكريماوي من فريق مراسل بي بي سي مباشرة من العاصمة الأردنية عمان شكرا لك